لم أعرف كيف أنت قبل أمي أو أنت قبل مراتي أنا تزوج عام تقريبا بأحد السيدة التي لم أكن أعرفها من قبل ولكن الصراحة أصدقت لاعم مرادة الوالدة التي رأيتها و أريدها و لم أكن أخسر لها خطرة تزوج بها مدة عام تقريبا و كانت مزيانة و أقلتها و أريدها هذا اليومين كانت عندي الخدمة خارج المدينة التي ساكن فيها و بما أنه طاح الضلام تقريت أنني أعضو أحد صاحبي ساكنت أعادت على مرتي قلتها لها و قلت لي أن تبرزلت عليها أراد أن نذهب مع أمك هي بوحدها وأنا بوحدة توانسوا مع بعضياتنا حيث الوالد متوفي وأنا الوحيد الذي عند الوالدة قلت لها مزيان أحسن ما درتي سيروا توانسوا بيناتكم إيوه هنا غير صباح الصباح وأنا نشط طريق مشيت عند الوالدة ديريكتس لقيتها كينة ولكن مرتي مكينة منين سولت عليها قلت لي رأى ما جاتش سافينا قلت مع راسي مكلت ندمعها الحال و قلصت في الدار قلت لي لم تتتت مع الوالدة كي قلت ليها؟ قلت لي أنا مشيت وقتت معها و يلا القتلين دخلت لها الدار يردابة قلت لي كيف أشد الشي؟ قلت لي مشيت عندها و أمي قلت لي أنت لم تتتت أصلا و قلت تغوت و تبكي و تحلف لي أنها متتت مع الوالدة هنا نبس جل بيتها و قلت لها بعيني نشوف هذا الشي رسم الرجلي يلا ختمشوا مع الوالدة و نشوفوا لماذا دارت هذا الشي كامل و منين واجهتهم؟ الوالدة بقات ناكرة قلت لي أنت لم تتتت معك الحجة و كان رأسك في رأسك و بالله ما رأى ها هضرنا و هضرنا و هل نعشينا؟ و ها في النعس و فعلا عندما تتتت مع الوالدة لقيت واحد من المانطة الطوية و امي حطو الطفل بلاصة التي نعست فيها مرتي قلت ليك فقط في الصباح و قلت ليك أخيتي بشت فترة قلت لي يا ما قدت لي بغيت ما زال غير النعس و قلت ليك في رأسك رأي أنا غادا الوالدة ناكرة قلت ليك شي مكاين و ترى و تقول لي ما زال عالم الله فين كانت بيتها و ما خصتش تبقى تعود الدخول داري و إذا لم تطلقت ليكه منتا و الدي ما نمك و أمرتي تحلف و تبكي و تقول لك هذا شي اللي يتقولك هو لي حقيقة ما قدبت عليكم أخوتي أنا ضغط و معرفت ما ندير ندمت قاعدة باستخدار عفاكم حطر ريزكم في بلاصة قلوا لي ما نقدر ندير معرفت في منطق و معرفت لمن ندير الخاطر